طيب إيه بقى نقطة البداية الدنيوية دي اللي خلت الناس تفكر إن الله مش موجود النقطة البداية الدنيوية بتعتمد على حاجتين مهمين قوي الحاجة الأولانية إن الطبيعة هي كل ما هو موجود مفيش حاجة اسمها الله مفيش حاجة اسمها روح كل حاجة هي المواد اللي موجودة الكيمويات اللي احنا نجمع المادة المادة بس فعشان توصل من المادة للحياة مش ممكن مفيش النقلة دي العلم ما يقدرش يديني هذه النقلة بس هما بيفتردوا كده فبيقولوا إن الطبيعة هي كل ما هو موجود بعم بيقولوا فيه تلات حاجات تاني مهمة إن كل شيء ممكن وينبغي أن يفسر بتلات حاجات بالوقت الديني ملايين السنين بالصدفة العشوائية مفيش حد بيوجهها بالمرة هي صدفة بتعملي دراع بتعملي عين بتعملي ود بالصدفة وحاجة تانية إن قوانين الطبيعة اللي موجودة في العالم المادي هي اللي بتتحكم في تكوين الكائنات وكل حاجة تانية طيب شو الدليل شو البرهان مفيش بس هي دي البدايات بتاعتهم ما دي تبتدي بقى نقطة البداية اللي فيها الاختلاف اللي هو عشان وضح اللي بيرفضه فكرة الخلق بس زبط كده وده اللي بنسميها الديانة الإلحاد أو المذهب الطبيعي إنه عايز بس الطبيعة هي كل ما هو موجود وما فيش حاجة اسمها الله وما فيش حاجة اسمها خليقة خلق يعني وكل الموجود ده هو اللي بيكون نفسه بالصدفة فبيحكم على كل الأشياء اللي بيشوفها في العين بالزبط أو باللمس أو بالحس بالزبط بالحواس الخمسة بالحواس الخمسة بس هل تفتكر الترابيزة اللي قدامنا دي كونت نفسها بنفسها مش ممكن لإني لازم يكون في مهندس صنعها لكن هم بيرفضوا ده بالمرة فبيقول التلفون بكل تعقيداته ده تخيل هل ده ممكن يحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة مستحيل لكن في قوانين موجودة فيه جواه طبعا اللي خلت الجماعة المهندسين يفهموا ازاي يمشوا السيستم بتاعه عشان يلقطل الموجات ويسمع منه وهكذا فده المذهب الطبيعي لو مشينا في المذهب الطبيعي هنوصل للإلحاد نقول ما فيش ربنا بس المذهب الطبيعي مش بيفسر الكون وما يقدرش يفسر الكون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر